رمضان على الأبواب إن شاء الله وإنت بالنسبة لك وكل الفنانين أنا عارفة شهر رمضان هو شهر المشاهد وشهر المراثل وشهر يعني النجاح وإنت دقته يعني دقته كتير دقته في تامر وشوقية على كذا جزء آه الحمد لله يعني كان تامر وشوقية قبل ما تظهر فكرة الترند دي كنا الحمد لله فيها نجي عطلة طبعا جماعة جزء التاني يعني في أكتر من عمل الحمد لله الشك كان في رمضان والاختيار الجزء التاني كان لها الشرف رغم أنك تطالع يعني كضيف شرف في أحد الحلقات إلا أني أقسم بالله رد الفاعل اللي جالي من هذا المشهد إبراهيم السيناوي لا أتخيله نحن متطقين أنت مجند من المصرح أنت جاهز طول الوقت لا بجد لن أنساه في حياتي يعني الموقف اللي حصل في العرض أنا يمكن بس أحكيها في عجالة كده أنه أنا كنت عارف أنه كان تقريبا الحلقة الثلاثة وعشرين وبعدين ما كنتش عارف أنها تتعارض في الاثنين وعشرين ففجأت في وقت عرض الحلقة كنت ماشي وسائق بالعربية بتاعتي يعني لقيت كمت فجأة التليفون ما بيبطلش ففهمتش فيه فركانت على جنب بفتح الموبايل لقيت بقى كم من الرسائل وكم من الصور مش عارف الترند ومش الترند والكلام ده ما كنتش متخيل هذا رد الفعل العظيم يعني لإني أقسم بالله أنا كنت عامل هذا الدور بمنتهى الحب والتفاني والعش مصدق فيه قوي فسبحان الله يعني رد الفعل كان عبقا النجاح في الزمن يعني الأقدم اللي ما كانش فيه ترند وكان يا دوب لازم تشوف الناس وانت في الشارع أو تقابلهم بالصدفة أو حد من زمايلك يرفع السماعة أو ناقد يكتب عليك جملة ولا النجاح في زمن الترند والله ده سؤال صعب لأنك عشت المرحلتين لا يعني أعتقد أنه ده لي طعمه وده لي طعمه وإن كان أنه النجاح الأول ده كان بيبقى أكتر ملموس وحقيقي ادي شايفاها على أرض الواقع بشكل حقيقي ملموس من الناس في الشارع من التليفونات اللي بتيجي من النقاد اللي بيكتبوا بشكل مفصل وبشكل دقيق وحاجات زي كده أحيانا أحيانا عشان بس أخواتنا في السوشيال ميديا أحيانا بيبقى الترند خادع يعني ما بيبقاش هو فيه كامل المصداقية لكن في النهاية ما نقدرش ننكر أن التواصل دلوقتي ما بينك وما بين الجمهور أسرع أكبر و أسرع و أبديتين بس يخوف أكتر؟ يخوف أكتر؟ يخوف أكتر لأنه للأسف الشديد لما بتخفق أو بيحصل مشكلة سرعة انتشار النار في الهاشيم بتبقى أكبر أكتر بكتير أكتر بكتير يعني زمان كان أهدأ على الأقل أهدأ بكتير يعني تلتقط الأنفاس أكتر يعني كان زمان مثلا لما يجي أحد النقاد فيكتب مقالة مثلا ما عن عمل ما فأنت ممكن تكلمه في التليفون وتناقش معه وتكلمه في وجهة نظرك فقادر أنه هو يكتب مقال آخر يرد بي أو أنت ترد عليه يعني يحصل في حالة يعني بسجال لطيفة كده ومنقشة لطيفة دلوقتي أنت ما بتبقيش عارفة هي زي الموجة ما بتبقيش عارفة كلمين أو تقولي إيه أو تعملي إيه لكن في النهاية فكرة التواصل الاجتماعي ما بقاش غنى ما بقاش فيه غنى عنها وأعتقد أنه في الفترة الأخيرة بقى فيه نوع من أنواع الوعي داخل فكرة السوشيال وفكرة بقى فيه وعي حتى عند الشباب الصغير بقى فيه تغيير شوي بقى فيه فكرة أن أنا ما نقلش خبر ممكن ما يبقاش مظبوط لازم أنا قيم بنفسي من مصدر الخبر الحقيقي عشان خاطر ما يتقلش أن أنا بنقل إشاعة أو بعمل حجم الحاجات دي فبقى فيه وعي يعني بقى فيه وعي